اهلا بكم تطورات مؤسفة تلك التي عرفتها الواقع الغريبة جدا والتي كانت مدينة مراكش مصرحا لها مؤخرا واطارت ضجة اعلامية كبيرة داخل مراكش وخارجها وذلك بعدما تم اشعار احد المرضى بكورونا والذي كان يرقد بمستشفى محمد السادس بوفاته بحيث تم تسليم جتته داخل صندوق مغلق وفق ما ينص عليه البروتوكول الصحي المعمول به في مثل هذه الحالات بل ان اهل الفقيد قاموا بكل الاجراءات الادارية ودفنوا بالفعل الجثمان كما شرع اهل الفقيد في تلقي العزاء من الجيران والمعارف قبل ان يتفاجأ الجميع بخبر نزل عليهم كالصاعقة مفاده ان المرحوم حي يرسق بعض ربطه الاتصال باخيه من داخل مستشفى محمد السادس ليخبره ان حالته الصحية في تحسن حينها وليتم فتح تحقيق حينها من طرف الشرطة القدائية في الواقع اخروا الاخبار حسب موقع اخبار اخبارنا تفيد ان المعني بالامر والذي كان قيد حياته يشتغل اماما لمسجد بحي سيديوس بن علي قد وافته المنية صباح يوم احد خمستاش اغشت 2021 ان لله وانا اليه راجعون المشاهدين قبل ان تخرجوا لا تنسوا ان تابنوا في الاشياء يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا ان تقوموا الاجتماعي